الإيمان والشكر ولما نتكلم عن الشكر ناس كتير تتصور أن الشكر يعني شكر النعمة وهذا جزء طبعا من موضوعنا لكن أنا أقصد الحقيقة المعالجة نحية في حياتنا ألا وهي الجحود اللي موجود ما بين الناس نقران الجميل ما بين الزوجين نقران الجميل ما بين الأصحاب نقران الجميل من الأولاد لأهليهم نقران الجميل من على من أزدى عليك معروفا والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجد فعليك أن تثني عليه على الأقل أن أنت تقول كلمة كويسة في حقه والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا أنموزجا رائعا في الوفاء وفي الاعتراف بالجميل الاعتراف بإني واحد في أم من الأيام صنع لك معروفا وإف جنبك فرج كربك سعدك في حتى ولو في شيء صغير جدا النبي عليه الصلاة والسلام دخلت عليه امرأة عجوز فقام إليها وأكرمها فقالت السيدة عائشة يا رسول الله تقبل على هذه العجوز ولماذا تكرمها هذا الإكرام إنها عجوز فقالت نبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد كانت تدخل علينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان يعني إن السيدة دي كانت بتزرنا في عهد سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى وحدة صحبة سيدة خديجة قام إليها وأكرمها وأجلسها في مكانه لفت انتظار لفتت أنظار سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأيضا سيدة عائشة تقول لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة بكل خير فغرت يوما وقلت يا رسول الله لقد أبدلك الله تعالى خيرا من هذه العجوز فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله تعالى خيرا منها لقد صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس ورزقني الله تعالى منها الولد حين حرمني النساء وبالتالي نقطة أنت تبقى معترف أن في يوم من الأيام فلان ده حتى وإن رأيت منه سوءا لو أنت شوف يعني رأيت منه سوء فيما بعد وحصل خلافات ما بينكم أنبخ أنت تعترف وتقول كلمة الحق أن في يوم من الأيام وقف جنبك في يوم من الأيام ده صنع لك معروفا في يوم من الأيام كان صاحبك في يوم من الأيام كان سرك في يوم من الأيام مراتك دي شالتك وإنت مزنوق في يوم من الأيام أهلك وقف جنبك في يوم من الأيام والدتك ربتك وكبرتك وقفت جنبك نقران الجميل والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في ذلك الحديث المشهور اللي احنا كلنا حفظينه من لا يشكر الناس لا يشكر الله اللي ما بيشكرش الناس على صنعهم في الخير لا يشكر الله تبارك وتعالى ده جانب الجانب الآخر الحقيقة اللي اعتراف بأن المنعم هو الله تبارك وتعالى ناس كتيرة جدا لا تشكر عندها نعم كبيرة وكتيرة وربنا سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم ربنا لا تعد ولا تحصى في سورة الرحمن بنقرأ كل ما بنقرأ آية بعدها على طول فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الاشكالية عند المصريين عايشين في نكت عايشين في نكت يعني ربنا سبحانه وتعالى عطاهم نعمة وعطاهم شيء من الابتلاء فينسوا النعم وعايشين الابتلاء وحسين أن الدنيا كلها عبارة عن كرسة ومصيبة وضحضيرة وحفرة ومشاكل ونسك ووحشة وهكذا وده في حد ذاته يعتبر حرام ليه بقى ليه بقى حرام لأن حالة اليأس وحالة الإحباط وحالة النظرة والنظرة السودوية للحياة نبيه عليه الصلاة القرآن الكريم بداية نهانا عنها والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم يعني لا تستدعي أحزان حصلت لحضرتك في الماضي ها وبعدين تعيش جواها ويتحصل لك حوارات داخلية كتير جدا أن أنت عايشها وعايش أحداثها ولازلت بتكره ناس علشان موقف ولازلت بتحمل الضغينة لناس علشان موقف ولازلت بتحمل الهوى والمشاعر السيئة عشان موقف النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في ذلك يقول استعن بالله ولا تعجز ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ما تستدعيش مشكلة حصلت لك في الماضي علشان تعيش مشاعرها السلبية علشان تعيش الحزن بتاعها علشان تشوف الدنيا من خلالها علشان تشعر أن الدنيا كلها هي مصبتك وكرستك علشان تشعر أن الدنيا ما فيهاش خير أبدا عشان تشعر أن أنت أشقى إنسان في الوجود وفي الدنيا فيه منهج باع عشان تخرج من المشاعر السلبية دي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا هو إيه أن أنت تنظر إلى من هو أقل منك فعلى سبيل المثال لو أنت حاسس أن حزائك مخروم ومعندكش حزاء وزعلان جدا أنت معاكش فلوس تشتري جازمة تذكر اللي ما عندوش رجل خالص تذكر أن فيه ناس ما عندهاش قدم أنت ربنا سبحانه وتعالى عطالك قدم بس مشكلتك أن الحزاء اللي أنت لابسه عايز تغير لكن فيه ناس نفسها في ربع القدم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنا معالج بيها لما تحس مثلا أن أنت عايز تعمل نظارة ومعاكش فلوس تعمل نظارة لازم تستشعر أن فيه ناس ما عندهاش نظر خالص ما عندهاش نعمة البصر محرومة منه عايز جزء من البصر اللي ربنا عطهوه لك علشان تشوف بيه تذكر ذلك لما تشعر أن أنت محتاج مثلا ملابس وما أنتش قادر تشتري ملابس تذكر أن فيه ناس في الأصل قعيدة ومريضة وعلى فراش الموت ومش قادرة تتحرك من مكانها تذكر ذلك ده منهج مهم جدا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا علشان في كل أحوالك تقول الحمد لله وفي كل أحوالك تقول اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من نظر في دينه إلى من هو فوقه من نظر في دينه إلى من هو فوقه حاول تختلط بالناس اللي على طاعة الله حاول تختلط بالناس اللي عندهم عندهم طاقة وعندهم همة وعندهم حيوية حاول تختلط بالناس اللي بيصالوا الفجر حاول تختلط بالناس اللي هم نشطاء جدا في عملهم حاول تختلط بالناس اللي عندهم طاقة إيجابية من نظر في دينه إلى من هو فوقه اختلطوا بالناس دي ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه ثقافة إذا كنت دلوقتي زعلان على الجزمة المتقطعة ولا مش قادرت تشتري حزاء لابنك تذكر أن فيه ناس ولدها للأسف ما عندهم شي قدم خالص ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه كتبه الله شاكراً صابراً ومن نظر في دينه إلى من هو دونه يقولك إيه يقولك والله أنا الحمد لله بصلي في ناس ما بتصليش يقولك أنا بتصدق وفي ناس ما بتتصدقش بيقول والله أنا على أقل بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي ناس كفرة اللي بيعيش الدردة ومن نظر في دينه إلى من هو دونه وفي دنياه إلى من هو فوقه ثقافة ومنطق الناس اللي شافوا قارون في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون وإنه لذو حظ عظيم قال لم يكتبه الله لا شكرا ولا صابرا اللهم اكتبنا من الصابرين الشاكرين الحامدين المحسنين الذكرين يا رب العالمين ده مقياس حضرتك ممكن تقس به نفسك ومقياس ممكن أنت تتبعه في حياتك الخاصة فيما يخص علاقتك بربنا أن ربنا ما أعطكش كل حاجة ابتلاء ودي جي واحد بقى يسألك سؤال سخيف جدا يقول لك إيه يقول لك بص يا شيخ هو زنبي إيه الأطفال اللي يجي لهم سرطان هو زنبي إيه أنا لما يجي لي مرض وحش هو زنبي إيه أنا أنا عملت إيه لما يجيني كرسة ومصيبة الحقيقة ده سؤال المفترض أنه غلط ليه سؤال غلط لأنه أنت وانت الشايف ألا الكرسة وانت ما انت الشايف ألا المصيبة وانت ما انت الشايف ألا المشكلة لا ما انت حطي المشكلة بجنب النعمة يعني هات ورق أو ألم فيما تستطيع حصره حطي الاكتب كده أحصر نعم ربنا على حضرتك نعمة البصر الحمد لله نعمة اللمس آه الحمد لله ربنا عطها لك طب نعمة الشم الحمد لله ربنا عطها لك طب نعمة السمع ربنا عطها لك طب نعمة الذوق ربنا عطها لك هذه النعم الخمسة الأساسية اللي موجودة عند الإنسان فضلا بقى الحاجات التانية اللي انت متعرفهاش سواء ادركتها او لم تدركها او لن تستطيع ادركها او لا تستطيع البشرية ان تدركها وانت عودوا نعمات الله لتحصوها لو كل ده اتحط في ورقة قدامك وبعدين الكوارث بتاعتك والمصيبة اللي مزعلاج اتحطت في ورقة قدامك واوزن الورقتين اعمل ميزان للنعم واعمل ميزان للكوارث والمصيبة اللي انت عايشها بدون واقي حق هتلاقي نعم ربنا سبحانه وتعالى مفيش مقارنة اصلا مفيش مقارنة بكده بقى يبقى السؤال صح كده يبقى السؤال ايه السؤال صح رقم اتنين بحب جاوب برضو على السؤال عشان الناس تفهم ربنا سبحانه وتعالى لما بيعطيك بيعطيك ابتلاء الابتلاء ده ممكن انت تعرف مقصده وتعرف ما ورائه وتعرف علته زي بالزبط الست اللي عندها مخاض على وشك ولادة ايه عندها مخاض والام الوضع والام الوضع ده يطبر خير ولا شر خير ولا شر لو انت خدت الموضوع على ان المخاض وحالة الوضع والام الوضع انه شر وتقولت ليه يا رب بتخلي الست دي تتقلم سؤال غلط انما لو ما تعرف ان دي الام طبيعية عشان يجيلك افضل مولود طفل جميل وتقول بسم الله ما شاء الله وتفرح به هيكون السؤال صح وتقول الحمد لله نفس النظام لما يحصل فيه قحط وما فيش مية ويحصل فيه راعد الراعد دي مقدمة لوجود غيث والغيث من الغوث يعني الناس بتستغيث بالمية دي عشان ما يموتوش وعشان تحصل عملية الإحياء الكبرى على هذا الكوكب كوكب الأرض بيسمى راعد لو انت شفت الراعد بس وما شفتش ما وراء الراعد ده سؤال غلط وتقول ليه ربنا بيخوف الناس بالراعد لا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى كل مصيبة في حياتك كده تأكد أي كرسة في حياتك كده أي حاجة مش عجبك في حياتك كده انظر لها على أنها مخاض ولادة منحة جاية بعد محنة رزق من حيث لا تحتسب جاي بعد مشكلة أو بعد حاجة أنت بتكرهها أو ظاهرة بكرها